و لو أني خيرت منذ ولادتي ما كنت غير معلم أختاره التعليم العالي له خصوصية و خصوصية أكثر عندما يهتم بتعليم المرأة التي كرمها المولى عز وجل والإسلام اهتم طبعا بهذه المرأة ما هانهن إلا كريم ما أكرمهن إلا كريم و ما هانهن إلا لئيم تعليم البنات عموما في السودان المجتمع السوداني اهتم بتعليم المرأة هناك جامعة الأحفاد تعليم المرأة في السودان بابك البدري رفاع وغير من المراكز الأخرى اليوم نتحدث عن هذا الإطار في كلية متفردة خاصة جدا بهذا الجانب دعوني ورحب بضيفي داخل السوداني وبروفيسور أحمد محمد الحسن شنان الأسادة الجامعية حبابك عشر مرحبا حبابك جزيلا شكرا جزيلا لإساعة وتلفزيون طيبة على هذه الاستضافة و فضلا نتكلم كما ذكرت سعادتك عن تعليم البنات في السودان وهذا أمر له تاريخ أصالة وتراث وتجدد دائم ومتصل بالثقافة والحضارة الإنسانية بصورة عامة ولعلك ذكرت أن هذا التعليم ابتدره الشيخ بابك البدري الأستاذ المعروف ثم تبلور ذلك وتطور في جامعة الأحفاد التي تعدت الأفاق المحلية إلى الرياضة العالمية و المؤسسات العالمية في إطار تعليم الجامع للبنات في ذات الإطار تقوم الآن كلية عزة الجامعية للبنات بهذه الصفة لتلتحق بركب تعليم المرأة في التعليم الجامعي و ليس منافسة لكليات البنات على رأس الأحفاد ولكنها إضافة علمية و نوائية جديدة تتجدد المسيرة في التنمية البشرية المتبطة بالمرأة والتي هي رأس الرمح في التنمية البشرية و المجتمعية نعم حتى ولو كانت المنافسة نقول منافسة شريفة في هذا الجانب تعليم المرأة أنا لا أتحدث عن تعليم المرأة مثلا عموما لكن عند يكون بعيدا عن الرجل يعني كده خاصة بالبنات يعني كفكرة عموما قيم بذاته لهذه النقطة يعني بالتحديد فكرنا نحن في جامعة عزة في أننا نفرد بيئة جامعية متفردة تهتم بالمرأة والطالبة اهتماما علميا و تربويا و سلوكيا لتكون مؤهلة تأهيلا عاليا للإنخراط في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في السودان و لتكون صلة قوية جدا بين المجتمع السوداني و المجتمع العلمي الخارجي و تعكس وجها مشرقا سودانيا خالصا بأصالته و تراثه و بعلمه و تقنيته أن نتصل بالعالم الخارجي و لذلك اخترنا هذا المنح الذي يتصل بتنمية المرأة في مجال التعليم العالي الذي هو أحد المجالات المهمة التي تضيف إلى التنمية الاقتصادية و البشرية في البلاد و لعل لتجربة خاصة سابقا في جامعة الجزيرة كنت عميدا لكلية للبنات فقط وهي أكبر كلية داخل الجامعة حنتوب تتسع لأربع ألف طالبة أو خمس ألف بإضافة الدراسات العلية و هي بذلك ربع الجامعة لكن ما هو ملموس و كان جديد في تلك البيئة الخالصة للطالبات هو أن هذه البيئة تركز على هذه الطالبة بصفتها أنثى بصفتها امرأة تأخذ من العلم وتأخذ وتتربى في محظا علمي يركز على تفرد المرأة و دورها الهام في المجتمع و من تجربة الخاصة كل ما كانت هذه البيئة خالصة للطالبات فقط كانت تحصيل العلمي و الأكاديمي أعلى و كان الرغبة المجتمعية في الالتحاق بهذه الكلية أعلى من غيرها فهناك كثير من الآباء و أولياء الأمور يوجهون بناتهم لهذه الكلية لأنها كليات بنات فقط في التعليم العالي و هذا كان يجذب درجات عالية جدا صحيح يعني كان يدقل هناك ثمانين و كم ثمانين بينما في كليات لصفات لها أدنى من ذلك بكثير و أصبح ذلك يعني عنصر جازي لهذه الكلية بصفتها كلية بنات نعم و لذلك هذه الصفة يعني تركت لنا يعني مؤشر لأن تعليم البنات الصرف مستقبلا شيء مرغوب في هذا المجتمع صحيح وتركت لنا مؤشر علمي كل ما كانت البيئة الجامعية صرفة للبنات في الدراسة في القاعات في المكتبات في البيئة في حرم الجامعي كل ما كان ذلك إضافة علمية للتحصيل العلمي و الأداء الأكاديمي الذي يرتقي بالطالبة فالبيئة تلعب هذين العنصرين عنصر جازب للمجتمع و عنصر محقق للترقي الدائم في الأداء الأكاديم جميل تجربة كبيرة جدا في جامعة الجزيرة حنتوب و مجالات أخرى و في تجارب طبعا كثير جدا في تعليم المرأة صرف صح جامعة القرآن الكريم أو من درمان الإسلامية و غير من الكليات الأخرى لكن كلية عزة خاصة بعزة السودان نعم عزة داكس نعم شنو الجديد الإضافة إنتك بيقولت ماذا لندخل في المنافسة لكن تعتبر إضافة حقيقية لتعليم البنات شنو الجديد الرؤية الإضافة ببرامج المتفردة نعم من ناحية علمية في كليات الطب عندنا الكليات الطب أو برنامج الآن برنامج الطب والجراحة برنامج العلوم الاختبارات الطبية برنامج الأشعى والتصوير الطبي برنامج علوم التقان بحاسوب و علوم التقان برنامج العلوم الأسرية التخصص التغذية دا باكلاروس صرف في التغذية وباكلاروس في التعليم قبل المدرسي بالإضافة إلى العلوم الإدارية والتمريض دي الآن البرامج المجازة ودي برامج في بنيته تحقق ما ذهبت إليه يعني من ناحية علمية ومن ناحية تقنية ومن ناحية تربوية سلوكية كل ذلك يعني يكون جزء كبير من هذه البرامج الأكاديمية والعلمية ثانيا البيئة الجامعية الدائمة لهذا الهدف ثالثا مراكز متخصصة يعني مراكز متخصصة في هذه الكلية تنشأ لاحقا تهتم بتطور المرأة في قطاعات مختلفة يعني المرأة في مجال الطبي تكتسب من مجالات أخرى دائمة صحيح وقيمية لهذا المجال وتحكس في ذلك يعني أصالة سودانية وريادة علمية يعني وتحقق شخصية مهنية بهذا التكامل الثلاثي الذي يجعل من طالبة كلية أزة متفردة في أدائها السلوكي في أدائها العلمي في أدائها المهني في اتصالها وفي الوسائل التي تجعلها تحقق التواصل مع العالم الخارجي طيب شنو من الوسائل التي تحدثت عنها لأنه هي الكلية لسه في بداياتها في دور التأسيس يعني تم تأسيس الآن شنو من البراء وصدر أمر تأسيسه في الأسبوع الماضي ولها مجلس أماناء يعني فيه من الخبرة العلمية تتكامل فيه الخبرة العلمية والخبرات الأخرى داخل المجتمع السوداني فيه بروفيسور محمد سيد الخليفة هو عميد الكلية وهو أستاذ معروف في جامعة السودانية كان مدير الجامعة الأسهري والطبيب المعروف جدا طبيب القلب والجراحة وجراحة القسطرة في أحمد قاسم مدرب جميع هؤلاء بروفيسور كابلو أيضا بابيك رجابر كابلو وعدل في مجال الطيب فهناك عدد كبير من أيضا بروفيسورات وغيرهم وغيرهم في داخل هذا بالإضافة إلى آخرين لهم خبرة في العمل العام خبرة في مجالات الهندسية جوانب الأدبية والجوانب الأدبية ونحن كذلك أنا عضو في مجلس الأمانة ومنتدى بمجلس الأمانة لهذا اللقاء نيابة عن العميدة الكلية خبرة طبعا متراكمة متراكمة يسهر ذلك جليا من خلال حديثك لكن أنا منصر على أن تمجز هذه الكلية يعني غير الجوانب الأكاديمية لأنه ذكرتك بالعدد من الأشياء عشان تجعل طالبة كلية عزة هي متفردة شنو بعيدا عن الجوانب الأكاديمية البيئة أو عموما بيئة كلية؟ البيئة بيئة متفردة يعني زي وزي الآخرين من ناحية الإعداد الأكاديمي المعامل الأنشطة الاستراحة للطالبات الخاصة بها المناشط الأخرى بعيدا عن الجوانب الأكاديمية أيوة هناك مناشط مناشط يعني مخططة لهذه الطالبة في مجال مناشط رياضي ناشط ثقافي ومنافسات في مجال رياضي يعني نحن مهتمين بالجانب الرياضي البنية الرياضية للطالب حتى وده كله الآن في إعداد له داخلنا البيئة الجامية الإعداد الثقافي العام يجي من خلال هوايات الطالبة وانجذابها لكثير من المؤثيرات البيئية الموجودة والحوافز البيئية الموجودة تلتقطها حسب هوايتها وحسب وين تجد نفسها الكلية موقع وين؟ الآن الكلية في شارع 47 بالعمارات هذا المبنى المؤقت وستنتقل بإذن الله تعالى في عامين إلى مبنىها الأصلي في شرق النيل وهو لا ناقطة أرض كبيرة جدا وتم شراؤها بمبلغ كبير والآن يجري الإعداد الهندسي لهذا الموقع لتقوم بعد سنة أو سنتين حسب ما يأخذ العمر المبنى كلية جامعة عزة ثم جامعة عزة فيما بعد إن شاء الله في بيئة راقية جدا والموضي الحقها يحقق يعني كثير الموصفات العالمية في التعليم من حيث البنية من حيث الإعداد من حيث الإطلال على الأصر الحديث تقريباً القبول بالنسبة للسنة الأولى مسادفين كم طالبة بالنسبة لكل تخصصات تخصصات يتراوح من ستين إلى ثمانين طالبة في كل تخصص وخاضع طبعاً لجزء منه للمنافسة الداخلية وما يأتي عبر مكتب القبول وهي الآن في دليل المكتب القبول وظهرت أفتك في الدليل ومتاح التقديم لها الآن هناك مجال للتقديم الداخلي داخل الكلية حيث يوجد مكتب خاص للشؤون العلمية يستقبل كل الطرابات ومستعد لإجابة على كل التساؤلات الخاصة متعلقة لهذه الكلية أنا شخصياً أتوقع نجاح كبير جداً بالنسبة لهذه الكلية بهذا الحديث الجميل لكن لا بد من قيام أي مؤسسة لا بد أن تستقي تجارب من كليات أخرى ما في شك شنو اتصالكم بكليات خاصة جداً بعليم بنات صرف نعم لا نتصال بهذه الكلية منذ بدأت الفكرة والأخ بروفيسور قاسم التقينا به عدة مرات وأنا زرت شخصينا الأحفاد وبروفيسور محمد السيد الخليفة زارة الأحفاد وزرنا كذلك معي آخرين إلى بعض المواقع المرتبطة بتعليم البنات وكانت الفكرة في أننا نتعاون في هذا الاتجاه ونكمل بعضنا وخاصة طرحنا لهم ما الذي كنتم ترجوه ولم يتم عندكم وما هي الصغرات التي ترون أننا يمكننا أن نكملها وما هي المواطن التي يمكن أن نتعاون معا فيه أدائب حيث نرتقي بهذا ونذلك بنينا على ما سبق وستقبلنا بروح جميلة وروح عالية وكثير من المواقع التعليمية في التعليم العالي يعني رحبوا ترحيب وأسر صرور عظيم بقيام صرح جديد في التعليم العالي يضيف وكل الكوادر التي تعمل بها أنا وبروفيسور محمد سعيد وكابل كلنا من ناس التعليم العالي ولنا خبرات طويلة في مجال التعليم العالي على مستوى الجامعات على مستوى الوزارة وفي لجانها المتعددة ولذلك يعني هذه الفكرة استلت من تاريخ لنا في التعليم العالي نعم في مشكلة دائما تؤرق مثل قيام هذه الكليات يعني مشكلة السكن نعم خاصة بأنه في طالبات حتى لو كانوا من خارج السودان مشكلة السكن تنسيقه وما بين الجهات المسؤولة عن تسكين الطالبات لعل ذلك يعتبر الآن سابق لاواني ولكن أنا مستعدين على المستوى الإداري ومستوى عمادة الكلية لتوفير كل ما يلزم لهذه الطالبة وفي المستقبل في البناء الذي أتكلم عنه الآن في الجامعة مستقبليا يعني يوجد يوجد سكن للطالبات مؤسس يعني على مستوى حديث وعالي لأننا نحن نفتكر أن وجود الطالبة في البيئة الجامعية نفسها يعني بين السكن وبين الدراسة لم تكن هناك حواجز هذا هو أفضل نوع من التعليم للبناء راحة نفسية وراحة جسدية وانسجام في البيئة سكنا ودراسة وطرحيل وطرحيل طيب يعني المبنى كله موجود في مكان واحد يعني أيوة بالنسبة لكل التخصصات بين الطب وال حاليا نعم حاليا أيوة موجود وفي كل ما يلزم هذه التخصصات كل المعامل المرتبطة بأي تخصص موجودة معامل الطب العلوم الأساسية معامل المختبرات معامل العلوم الأسرية معامل التق كل موجود الآن موجود على مستوى عالي تم يعداده موجود الآن يعني التقديم حكوم في بلاية هذا العام موجود الآن في الدليل أيوة الدليل أيوة الدليل التخصصات التي ذكرتها لك الآن جميعها مجازة في الدليل بالإضافة للتقديم الداخل الكلية الداخل الكلية الآن يمكن لأي طالب وطالبة من خلال استمارة مكتب القبول تجد كلية عزة الجامعية للبنات بتخصصاتها التي ذكرت الطب والجراحة والمختبرات الطبية والأشع والتصوير الطبي والحاسب وعلوم التقانى وعلوم رياض الأطفال التعليم قبل المدرسة والتغذية وعلوم التمريض علوم إدارية عند البروسيس الآن يعني يتم إجازاتها عبر آليات التعليم العالي نعم طيب الروفسر أحمد محمد الحسن الأستاذ الجامعي في نقطة برضو مهمة جدا لازم نتكلم فيها بصراحة التخوف بالنسبة للطالبة أو من الأسر عموما من أي مؤسسة في بداياتها أيها بتكون بأن هذه الشهادة شي كده ما عريق أو كده الهاجز ذا أنا مذاكد كنت ناقشته إزالة هذا الهاجز نحن في كليد عزة زي ما قلت لك المؤسسين لهم خبرات خبرات طويلة في التعليم العالي وعلى مستوى قيادة التعليم العالي في السودان وهذه النقطة طبعا تخوف طبيعي لكل طالب يأتي مؤسسة جديدة ولكن يعني أزلنا هذا التخوف بالبروز والبداية القوية المؤسسة على التجربة الماضية وعلى فهم المستقبل والقدرة على تطويع الحاضر في بناء واستجابة رغبة الطالب من خلال أنا متأكد من خلال السنة الأولى من حيث الانضباط في الدراسة من حيث الانضباط في الجدول الدراسي من حيث كفاءة التدريس والمعينات العلمية في التدريس والبيئة الجامية بصورة البداية القوية المنتظمة ستؤكد للطالب جدية هذه الكلية وسيستمر الطالب بهذه ثقة إن شاء الله عندما يتخرج والتخرج طبعا ما خايف من التخرج لأنه التخرج في معايير صحيح ومهنية يبلغ الطالب وحين يمنح الشهادة ونحن واثقون لأنه عدد كبير من هؤلاء الآن في هذه الكلية هم أعصاصا أعضاء متخصصين وأعضاء عاملين في المجالس المهنية سواء كان في علوم الطبية وفي غيرها عندما تتخرج الطالب وتفتخر في المؤسسة اللي يكون يشار إليها بالبنان وتفتخر دائما المؤسسة بخريجيها بخريجيها أيوة لعله خريج إن شاء الله يكون خريج متفرد علميا وأكاديميا وثقافيا ومهنيا والمحك اللي هي المحكات كثيرة المجال العلمي والمجالس المهنية تمنح الترخيص كل ذلك سيكون شهادة في تقديري مؤكدة على الأداء العلمي والمهني لكل يد عزة الجامعية نعم وإزالة هذه الهواجز أنا وذاكي تماما عندكم لوائح كده وضوابط خاصة جدا نعم حتى باللبس يعني بالزي عموما زي خاص كده بكل يد عزة في لوائح كده حتى في الدخول أو في البيئة أو عموما أنا بدأك يكون سأصحب طبعا في لوائح في لوائح ولكننا يعني أرجعنا هذه قليلا لتم القبول ونتشاور نحن كذلك مع أولياء الأمور ومع الطالبات وكذلك وحتى يطمئن ذاته أولياء الأمور بالنسبة لي بزر هذه أمانة طبعا أولياء الأمور ليس فقط هم أولياء أمور إننا نعتبرنا شركاء نعم في هذه الكلية ونستفيد من آراء وأفكار ولعلهم يضيفوا لنا كثيرا فهناك مساحة متروكة لهؤلاء يعني حيكون في اتصال مباشر ما بين أولياء الأمور مناقشة كثير من القضايا كثير من القضايا التي تهم الطالبة عندنا وعندهم ونتفاكر سويا في كيف أن يكون ذلك تكاملا يعني علميا وتكاملا واقعيا في ترقية أداء الطالبة بعيدا طبعا عن الجوالي أنا أتحدث بعيدا عن الجوالي ولا أكاديمية أيوة إذا كان في أي ظاهر من الظواهر أيوة نعم نعم وعندنا مركز النشاط الطلابي أيضا مهتم يعني بخبراته الطويلة أو الناس الذين استولوا في هذا المجال في الجامعة الأخرى وعندهم فهم كويس جدا في التواصل مع الطالبة وأولياء أمرها أمورهن لأن ذلك زي ما قلت في البداية يعتبر شركاء يعتبرهم شركاء في هذه المؤسسة الجديدة ويزال كل التخوف بالنسبة لأولياء الأمور بإذنه تعالى نعم بإذنه تعالى المراجع والمكتب ورضو الآن متوفرة يعني إذا تكرنت عايزين تزوروا أنا مرحب وكل من يرغب في زيارة الكلية الآن نرحب به ونتشرب به هناك المكتب الآن معدى إدات كامل هناك القاعات معدى إدات كامل في وسائل حديثة وسائل حديثة الصبورات الذكية في بروجيكترز في كل ما تعلق بالتدريس الحديث موجود نعم وعندنا معامل للحاسوب موجودة عندنا شبكة داخلية إدارية لإدارة العمل وشؤون الأكاديمية يعني بالتطبيق والعمل والتطبيق والعمل وهي أهم نقطة طبعاً يعني أنا باختصار بقول أن هناك يعني إعداد تقني وعلمي يعني مواكب شغل مواكب لهذا العصر متقدم جداً في هذه الكلية نعم لو في رسالة أخيرة ممكن نرسل والله رسالة أنا شكر لقناة طيبة على هذه الفرصة ولأولاء الأمور الذين يتقدمون أو الطالبات الذين يتقدمون لهذا العصر تعليم البنات الصرف يعني يعني أقول أن هذه الكلية بإذن الله تعالى ستكون إضافة حقيقية لتعليم العالي للبنات من حيث الجودة والمهنية العالية ومن حيث التربية والسلوك المرجو من الطالب الجامعي ومن حيث تنمية المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع ولعل كلية عزة بهذا الفهم هي مشاركة مشاركة أصيلة في المسؤولية الاجتماعية نحن ككلية وكجامعة مستقبلاً لنا يعني ببرامج تتصل بتنمية المرأة في المجتمع صحيح وليس الكلية وتشارك طالبات عزة في كل ما تعلق بالجوانب التنمية البشرية من خلال القوافل من خلال المنافسة في المجالات العلمية والرياضية والمجتمعية من خلال الإضافة الحقيقية للمجتمع الذي تنشأ فيه هذه الجامعة في السودان نحن أمل إن شاء الله أن تتحقق كل هذه المشروعات المهمة جداً بالنسبة لهذه الكلية ونأمل إن شاء الله نلتقي في مساحات أكبر بإذن الله نعم من ذلك واجزاكم الله خيراً ونحن على استعداد للتواصل معكم في إطار تنمية التعليم العالي في السودان شكراً جزيلاً بروفيسور أحمد محمد الحسن الأستاذ الجامع شكراً على هذا الحديث وشكراً لكل ساد المشاهدين الذين تابعون من خلال هذا التجوال الصباحي عبر صباحات طيبة